بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استكمالا لشرح موضوع الترافيرس هنبتدي دلوقتي في المضلع اللي احنا جبنا انحرافات وحسبنا انحرافاته وعند الأطوال هبتدي أحسب لكل ضلع من دول المركبات بتاعته الأفقية والرأسية المركبة الأفقية بنسميها الديبارشار اللي دي تساوي L مدروعة فيه سين لانحراف والمركبة الرأسية بنسميها latitude ودي بتساوي L مدروعة فيه كوزين لانحراف أسهل الطرق لحل أي ترافيرس في الديديا ان انا بعمل الجدول دا الضلع الطول بتاعه الانحراف بتاعه البييرنج أو الأزمس latitude والدبارش دي الأطوال وهو الدهالي دي الانحرافات اللي انا جبتها من الزوايا الداخلية بعد التصحيح دا اللاتيتيود اللي هو L مدروعة فيه كوزين لانحراف ودي L مدروعة فيه سين لانحراف قادل لانحراف وهو دي الطول فمن فيش أي مشكلة ان انا احسب المركبات دي لجميع الأطلال اجي بعد كده اروح اجيب مجموع الأطوال محيط الترافيرس وهنا sigma latitude وهنا sigma departure sigma latitude دي كان المفروض انها تساوي سفر وسigma departure دي رياضيا كان المفروض تساوي سفر بس طبعا هي ما بتطلعش سفر في نعظم او في كل الارقام من sigma latitude وسigma departure اللي هي latitude departure المركبات دي بقدر اجيب linear error او المقدار الخطأ الطولي اللي هو بيساوي الجزء التربيعي لسigma latitude تربيع زي sigma departure تربيع دا يديني مقدار الخطأ الطولي اللي هو ايه انا شغلتي بقى ازاي هحول 37 من 100 دي الى 0 وازاي هحول 3 من 100 دي الى 0 عشان انفذ الكلام دا عندي 3 طرق مختلفة للموضوع دا نمرت واحد transit method او بالعربي بيسموها التصيح بنسبة المركبات نمرت اتنين campus rule او campus method وفي بعض الكتب بتسميها body method بالعربي بيسموها التصيح بنسبة الاطوال وليس سكوير ودي ادقوهم طبعا اللي هي بصحح باستخدام نظرية الاخطاء او مجموع مربعات الاخطاء اللي هي list square adjustment او theory of errors حسب ما بيجي نيجي للadjustment traverse adjustment list square adjustment احنا قلنا دي اهموم approximate بقى اللي هو campus rule والtransit rule والtransit rule والcrandal method احنا هنختار من الاتنين دول اللي هو campus والtransit دول اكثر اتنين مشهورين واكثر الاتنين بنستخدمه على نطاق واسع جدا في traverse اجرم اشتركوا في القناة